ويستمر التصعيد والتهديدات والتحذيرات بين حزب الله اللبناني وبين إسرائيل في التصاعد يأتي ذلك بعد مقتل أكثر من ثلاثين شخصا وإصابة قرابة ثلاثة آلاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة بيجير ثم أجهزة التصال السلكي يستخدمها عناصر في الحزب تصعيد ووعيد وتحذيرات هذا هو الوضع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وذلك بعد مقتل أكثر من ثلاثين شخصا وإصابة قرابة ثلاثة آلاف آخرين بجروح جراء تفجير أجهزة بيجير ثم أجهزة التصال اللاسلكي يستخدمها عناصر في الحزب بحسب وزارة الصحة اللبنانية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خرج ليقول إن حزبه تعرض لضربة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخه ومتعيدا إسرائيل بحساب عسير وخلال كلمة نصر الله خرقت طيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض مرتين على الأقل في أجواء لبنان تلك التفجيرات وقعت غداة إعلان إسرائيل توسيع أهداف الحرب المتواصلة في قطاع غزة لتشمل تأمين المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان بشكل يضمن عودة الإسرائيليين إليها ومع عدم اعتراف تل أبيب بتلك التفجيرات أكدت إسرائيل مواصلة إجراءاتها العسكرية ضد الحزب وهذا ما جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي آف جلانت معلنا بداية المرحلة الجديدة من الحرب وميدانيا لا يزال قصف متبادلا بين الجانبين فضلا عن تنفيذ عمليات الاستهداف حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مئات الأهداف في جنوب لبنان التي شملت المئات من منصات إطلاق الصواريخ التي كانت مجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل بالإضافة إلى نحو مئة قاذفة ومواقع بنا تحتية إضافية من جهته أعلن الحزب تنفيذ عمليات منها استهداف عدد من مواقع الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدى الأشهر الماضية أعربت دول عدة عن مخاوفها من اتساع نطاق الحرب في غزة وتحولها إلى نزاع إقليمي خصوصا على الجبهة بين إسرائيل وحزب الله فمن باريس دعا وزير الخارجية الأمريكي والفرنسي جميع الأطراف إلى التهديئة في الشرق الأوسط فضلا عن الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه الهجمات والوضع الخطير في الشرق الأوسط وفي رسالة مباشرة للبنانيين خرج الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ليؤكد لهم أن المسارة الديبلوماسية موجود وأن الحرب ليست حتمية ترجمة نانسي قنقر